ما هي أزمة سقف الديون بأمريكا؟ عام 2021 تم رفع حد سقف الديون ليصل إلى 31 تريليون دولار ماذا يعني وضع سقف للدين؟ يجب أن لا يزيد إجمالي قروض الحكومة الأمريكية عن هذا الحد سقف الديون هو إجراء وضعه الكونغرس لأول مرة في عام 1917 لتمويل الحرب العالمية الأولى الدين العام الأمريكي بلغ 31 تريليون و700 مليار دولار ما يعادل 130% من الناتج المحلي الكونغرس هو من يحدد المبلغ المسموح باستدانته للاستمرار في الإنفاق على الخدمات العمومية وفي حال فشل الكونغرس في رفع سقف الدين ستضطر الحكومة لتحديد أولويات الإنفاق العام الحكومة لن تكون قادرة على تمويل العجز في الموازنة الاقتصاد الأمريكي سيعاني حينها من زيادة كبيرة في الفائدة على السندات خسائر فادحة ستواجهها أسواق المال الأمريكية والعالمية والاقتصاد الأمريكي سيقع في فخ الرقوب تأخر الولايات المتحدة عن تسديد فواترها سيؤثر على توازن الدولار وسيفقد ستة ملايين وظائفه وأيضا رفع مستوى البطالة لنحو تسعة في المئة لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات